اشتركوا في القناة كمتابعية حبيبي متابعين تيتر ماضي اذا هنايا نحلو هذا السوجي هذا السوجي تلقاوا الرابطة في اسفل صندوق الوصف باش تطبعوه تحولو فيه وبعد تجيو تشوفو الحل امعيا اذا نبدأ Life without aim is useless is useless aimless and pointless الحياتي بدون هدف ما عندهش معناه ولا طائلة منها يعني لا فايدة منها صح Life is a great blessing of god god هنا قالك الحياة هي نعمة من عند ربي سبحانه it should be spent on purpose and a certain aim قالك لازم تقضي او لازم تقضي الحياة هذه لازم يكون عندها هدف وغرض يعني غرض معين او غرض يعني فيه هدف when you have this aim عندما يكون عندك هذا الهدف او الطموح ambitious which is yes ambition عفوا and you want to achieve it اذا كانت عندك هذا الهدف او الطموح هذا وباغي تحققه surely it will show you the direction for a suitable carrier يعني هنايا كيكون عندك هدف او طموح ترغب في تحقيقه يعني من المؤكد عندك اتجاه غاضي تروح له او تحقق الرغبة تاعك في المهنة المناسبة okay my dream is to be a teacher الحلم التاعي هو ان اكون استعد it is the nobles job يعني مهنة كريمة in the world teachers do not only teach their subjects they develop the students from their views يعني هنا يقلك التعليم ما هوش نقري وغير المواد فقط زع ما انا استاذ انجلي ما نقريش غير اللونجلي فقط وش لازم عليها ندير لازم عليها ان نكون ننمي عقول التلاميذ من خلال وجهات النظرة تاعهم views their characters الشخصية تاعهم and attitude to life and to other people يعني ومن خلال attitude زع ما من خلال السلوك تاعهم او مواقفهم من الحياة والاشخاص مواقفهم زع ما being a teacher or an educator is a great responsibility قالك باش تكون استاذ يعني استاذ او مربيا هي مسئولية كبيرة اوكي a great responsibility the teacher must be a role a model يعني هنا يا الاستاذ لازم يكون استاذ يحتذى به يعني قدوة to his students لتلاميذ التاعه competitive يعني يكون يكون مجهز competitive and equipped in the profession يعني يكون مجهزا ل المهنة التاعه اوكي competitive منافسا and a model اعتقدوا انني املك القدرة او املك الصفات المهمة باش نكون teacher ممتاز i am hard working ambitious creative kind hearted and broad minded زعما انايا اعمل بجد وطموح وخلاق وانايا طيب القلب heart اللي هو القلب hearted زعما طيب القلب broad minded هنا عندي اعمال في الافق اوكي او واسع الافق التاعي i want to devote myself ها اكرسو myself نفسي devote اكرسه to teaching different people especially children اعنا يا راني اكرس في الوقت التاعي باش انقري التلاميذة او الاشخاص مختلفين صرتو الاطفال اوكي i will be a very challenging work for me it it will be يعني هذا عمل صعب وشاق بالنسبة الي اللي i will need to use all my knowledge لازم علي نستخدم كامل المعرفة التاعي المهارة التاعي الخيال التاعي باش نلقى المنهج الصحيح for every single student من اجل كل تلميذة and make the process of studying ولازم علي نجيب واحد العملية للتعليم as creative and interesting as possible باش هذ العملية تاع التعليم تكون creative تكون interesting مهمة وملاحة creative خلاقة او حاجة مبدعة من عندي قدر الامكان as possible i think that i have made the right choice عني نعتقد باللي راني درت او خيارت الاختيار الصحيح اوكي i will do my best to be اوكي راح نخدم البوسيبل التاعي او راح ندير البوسيبل التاعي باش نكون المفتاح انتع استاذ نموذجي او استاذ يحتذا به who brings light of knowledge الذي الذي يجيب الظو يجيب الظو للمعرفة يعني يخلي المعرفة كظو في الحياة in the leaves في حياة a students التلاميذ في حياتي my students i hope all what i planned and said راني نتمنى كل ما خططوا اليه واعدتو او اعدتو for will become a reality يعني يصبح حقيقة اوكي هذا النصل ممتع جدا 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 ويحكي على الاساتذاء اللي كيما انا يا اوكي يلا الناحوانا ينجابه على اسلة الناس the writer's dream او عفوا task 1 reading comprehension i match each idea with each corresponding paragraph صح هذا ما افكار 1-3-4-5 افكار افكار منيش غاضي خربة بش بش نصور وحطه في الصفحة تعيه الافكار هاذو وش قال لك قال لك هنا كل فكرة وين منشاها او وين اقتريحات اقتريحات في النصي او ديجا قسم لي النص هنا يا قسم لي النص الى فقارات هاذي 1-2-3-4-5-6-5 5 5 5 باراقراف هاته اذن قادر يقول لك هذا السؤال متش ولا قادر يقول لك يعطيك وحدة برك وحدة برك ويقول لك in which paragraph mention that يعني اقتري حتى هذه the writer's dream job راح تقول له انت يا بللي منشاها يعني ذكرها في الparagraph رقم ثلاثة paragraph رقم تو paragraph رقم ربعة اكسترا اوكي اذا the writer's dream job وين نذكر لي dream تروح للنس تلقي كلمة my dream my dream is to be a teacher اذا في paragraph number 2 ها هي number 2 صح اذا نروح هذه نربطها بparagraph number 2 هذه أستنى الأول هنا أستنى وهذه الثانية هذه الثالثة هذه الرابعة اذا نربط هنا paragraph number 2 ها اها اوكي قلت لكم باش نبعد هتيك نصورها ونحطها في الاخر the importance of having an object objective in life يعني الأهمية باش يولي عندك هدف الحياة اين ذكرها objective ها هدف the importance وين ذكر لي وين هدر لي على الحياة هنا يا انا اذكر لي على الحياة في الparagraph number 1 واش قال لي life without aim is useless bla 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 المهم هنا يقلك لازم يكون عندك aim طموح باش تحققه وتروح للمهنة المناسبة اذا في paragraph number 1 عاني ربطها لكم هنا صحة adequate qualities to an educator's personality واش قال لي هنا يعني قال لي الصفات اللازمة باش تكون في الشخصية تاع هذا المربي واشي هي وين ذكرها وين وين ذكرها نحن personality الشخصيات شخصية اللازمة اللازمة في المربي او teachers وراها ها وين ذكر الصفات اذكر لي الصفات هنا ايام hard working بلا 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 يعني في paragraph 4 لو كان ترجع للنص في اللول وتوفي صحة النص تلقيها في paragraph 4 yes paragraph 4 اذا نروحو هنا نربط هذه نربطها اعنا يعني ربطتها لكم paragraph 4 يعني الاستاذ هو المفتاح rule mothers to learners يعني الاستاذ هو لازم يكون قدوة للتلاميذ التاع وين اذكرها ها يذكرها هلا ها 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 وراهي وراهي the teacher must be the teachers as now ها عليكم هنا the writers wish as now as now هنا شوفوا هنا being a teacher or educator لبش تكون استاذ او مربي هنا معنا صح بش نفهم هذه مليح بش تكون مربي ولا بش تكون هنا برا مربي صحيح 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 هذه أولادي ونروح هنا هذه ورا قاعدة ثري ورا ثري 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 وقاعدة خمسة استنوا ثري هنا ثري 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 يعني كيف الاستاذ يقول قدوة للتلاميذ تتاوي وش قال هنا being a teacher or an educator is a great responsibility باش تقول الاستاذ ولا الاخر راه مسئولية عظيمة the teachers must be a role model to his students لازم يكون قدوة للتلاميذ تتاوي هاي اذكرها هنا تبلي رولة model to his students يعني paragraph number ثري نروحه هذي هذي نربطها ب ثري هذو تقول يميس ما عندكش مسترة يميس استنوا هذي هنا واحدة هكذا ها ثلاثة انا ما شفتش هذي كلا بيها تخربط ها ثلاثة the writer's wishes يعني رغبات الكاتب the writers who will offer الكاتب ها هنا i hope all what i planned and bla 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 يولي reality اذا هنا اللخرة مع اللخرة ها هكذا الاخيرة مع الاخيرة ها ها اوكي اوكي بدا 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 السؤال اذا راح نجاوب بأسولة no صحة the writer acquire and own the necessary qualities to be a good teacher هل الأستاذ هنا يا عنده كامل الصفات المهمة اوكي وكامل المتطلبات باش يكون a good teacher فالنص yes راح نقوله هنا يا yes صحة وين نجاوب عليها هذي اهه راح نقوله هنا yes 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 he does yes a pick from the text four adjectives describing the writer's personality روحوا للنص في paragraph رقم ربعة وش تلقى تلقى hard working hard working ها hard working زيد وش تلقى تلقى ambitious ambitious يعني طموح زيد وش تلقى تلقى creative creative خلاق زيد وش تلقى تلقى kind kind hearted يعني طيب القلبي هذي طيب القلب هذي طموح هذي خلاق خلاق هذي طموح وهذي يعملو بجد يعملو بجد اوك اذا حبيبي what do يعني ماذا تفعل the underlined words in the text refer to يعني على من ترجع هذي على من على من ترجع هذي وهذي فالنص يعني me و there في النص في النص اوكي صح نريحوا لنقون there تعودوا على من خلال السرحة عقبيلة تعودوا على students صحة وراهي الأخرى هاهاهاهاهاهاهاها me for me for me اللي هو الكاتب هذا الكاتب يعني الي قاعد يهضر الكاتب ها الكاتب سوف تتكلمون هنا The writer و لا تحب تكتب لي The author الكاتب خلاص سوف تتكلمون اللي بعده حبيبي لكسس يعني مصطلحات عدنا الكلمة هنا انا من خلال الديفينيشن لازم ننشوف إلى الحبيبي تحقيق الهدف تحقيق الهدف تحقيق الهدف تحقيق الهدف قدوة قدوة يحتذا بها المنافسة عفوا المنافسة المنافسة معنتها لازم هي الكافاءة الكافاءة يعني لقيتها الكافاءة قلت الحل سعها منها بس لقيتها الكافاءة عياس ديفوة الأستاذ يعرف ترجمتها يعني فيه رأسي الصحبة العربية والو عم بيشوز عم بيشوز طاموح واحد إنسان يكون طاموح يعني شخص ينظروا إليه من طرف الآخرين كمثال للتقليد يعني التقليد يعني انقلدوه صح وش كل هو هو القدوة أو شخص يحتذا به صح يعني حقيق اللي هي تحقيقه النجح تحقيق يعني يقول لك جودة أو لحالة بيشوز بيش يكون عندك معرفة كاملة معرفة الكاملة إذن اللي هي الكافاءة واحد يكون كافة كفاءة وعنده المعرفة رغبة قوية عندك تكون عندك رغبة قوية and determination to succeed والعزم على النجاح اللي هو الطاموح هاكي روحوا للي بعده اوكي اي تشوز اي تشوز الكوركت فورب بتوين براكتس بتوين براكتس براكتس يعني اي ام ابرسيل فول اف كودويل قالك انا انسان انسان مليح while i study or studied or was studying in high school هاو قالك دي جا وائل عندنا وائل هنا إذن بعد وائل نحن دركت لازم يكون past continuous يعني هنخيروا هذي 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 صح هذي تهنينا منها غني i dream or dreamt was dreaming تلميذ الأعزاء هذي فقط خطأ صغير عندنا وائل i study or studied or was studying in high school يعني لما كنت نقرأ في الهاي سكول وانا ينقرأ وانا ينقرأ كنت نخمم يعني حدثين متواصلين ومستمرين لما كنت أدرس في الهاي سكول يعني الثانوية كنت أفكر أو كنت أحلم أن أكون أستاذ يعني هنا ما نخيروش هذي جرانت رح نخيرو وز جريمن لكن دي روز جريمن ما فهمها بايبي بات وان عندي وان هنا اي بيزيت بيزيت ويو بيزيت عندنا وان أجي موراها دائما الباست سيمبول هذي قاعدة ما تنسهاش باست سيمبول اهوسبرول فور كنسورس بيشينتس اي دي صايد ولا دي صايد دي صايد ولا ويل دي صايد تو بيكم ادوكتور باش نولي طبيب تو بيكم اذا قررتو انا قررتو ما نحطش اي ويل دي صايد لالا ما ننجموش هنا ينخيرو ويل انا سوف أقرر لالا قررتو خلاص باش نولي طبيب باش نعاون ها تو هال قررتو سيبو مفهوم تقول لي ميس عندنا ون ماما مو هذي باست سيمبول هذي باست كنتينيوش لالا قادرة وين تجي معها دائما البست سيمبول البست سيمبول عادي جدا ناو ناو متى الان بريزن سيمبول اي ام هنخيرو البرزن اوكي اذا يونيورسيتي انا في الجامعة اي ووركت ولا وزورك هنا ولا ويلورك هاردر يعني هذي لازم نعمل بجد او سوف اعملو بجد اي ويل هذي تعال الحلم باش نحقق الحلم اي ويل وورك هاردر وميك مي جديم كام تيو تأتيف مي جديم لازمي نخدم بجد مفهوم لمسا الله تكونوا فهمتوا هذا روحوا لي التمرين يلي بعده هنا مع بعضانا اهه ياس يلا تبع ماي حبيبي او حبيبي اي اذا الصافيكسز فل ولا لاس ايوه راح نديره فل ولا لا صح في المكان المناسب راح تقول لي مسكي فهو حنفهم انا يا فل ولا لا صح من خلال فهم الجمل نعرف ندير فل ولا لس يعني نقص في المعنى ولا نزيد المعنى اوكي صح It's never too early to start thinking about your future job It's never too early يعني يقلك ما هوش مبكر باش تبدأ تخمم في الفيوتر تاعك To be a success person باش تولي الإنسان ناجح صح تحتاج باش تحقق او باش تتحدد المهنة او الخطط المهنة خطط المستقبل تاعك and work hard to achieve your dream or your dreams اذا هنا راح نديرو success نزيدو لها هنا successful successful اوكي successful صح you need to bla 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 كما قلنا an like an like هذه معتها على عكسي على عكسي على عكسي hope people يعني hope less راح نحط هنا hope less hopeless اللي ما عندهم حتى أمل للناس اللي هي pessimistic موت مميوس من أمرها who just think about the past اللي العالمي خمموا في the past and do not focus وما يفوكسوش يعني ما يركزوش على prospects on the prospects and goal ما يركزوش على على ال الأهداف وعلى الأ الأخر هنا ايا اوكي هذه هي حبيبي اوه واش نديره آخر نكمله هنا فور شور بطبيعة الحال studies دراسات are stress يعني راها راها مجهدة راها مضغوطة راها ادلنا الضغط ادلنا 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 اذا هنا راح نقوله stressless stress اه stressfull عفوا stressfull ادلنا صار صحة يا stressfull بصح بصح النجاح هو tastefull tastefull يعني نستطعم النجاح yes taste full اوكي خلاص ايوه هذه فل وهذه فل عادي نروحوا للأخر للمبوضة اصف ايوه 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 ижу ايوه اصف حسنا الس هي Hart المحسسة 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 الحروف الحروف سرتو الفاولز الفاولز كي ياس الفاولز هنا يعدنا هذه عندنا تي وعدنا ادي برك خلاص احبيبي اذا اكويبته اكويبته هذي في التي زي كاين هانتد هاي الايدة هاي فيها دجال الاخر تي برود مايندد هاي في الايدة صح بلاند في الدي هاي فيها الان الان هذي ما نتقناها ما نذكرناها لهنا لهنا ايا اوكي نروحوا لي الوضعية الادماغية هاوكي الادماغية ياس صح عدنا written expression in the second term exam of english your teacher asked you to write a paragraph about your profile الاستاذة تطلب منك اخدم براغراف من خلال البروفيل تاعك you have to describe your personality يعني توصف انا البرسانتي تاعك and talk about your interests اهتمامات هذه الاهتمامات ها الاهتمامات يعني وش تحب and your dream job so what did you say use the following cues describe your personality and your dream job so what did you say use the following cues describe your personality reasons why you've chosen it هذه انخليها لكم في فيديو واحد اخر واحد اوكي حبيبي اضوكم نحطها لكم خلاص اضوكم ما تقلقوش اضوكم نحطها لكم اوكي اذا حبيبي هذا السوجي تلقوه في الصفحة التاعي بالحل انتهد الوضعية مفهوم اذا ما تنسوناش باللايك وشير وسبسكرايب وابوني في الصفحة التاعنا انقلكم في امان الله بالتوفيق باي باي